أبو شمس من اليمن يقول لي صديق أسود البشرة وغير وسيم وزملائه يتنمرون عليه وكل يوم في العمل يسمع منهم كلاما جارحا وأحيانا أراه يبكي قهرا ما الحكم الشرعي في هؤلاء يا أبا شمس بارك الله فيك من اليمن بالنسبة لهؤلاء الذين يسخرون من هذا الرجل الذي هو الصديق لك أسمر أو أسود البشرة هؤلاء واقعون في عظائم وكبائر ويخشى عليهم من نزول بأس الله وصخط الله وغضب الله عليهم ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء فالله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلق الجن وخلق الإنس وخلق الأشجار وخلق الحيوانات وخلق الملائكة وخلق كل شيء الله خالق كل شيء فالخلق خلق الله أمر الثاني أن من عاب شيئا من خلق الله فإنما يعود هذا إلى من خلقه وأوجده والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة فهو انتقاص لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكأنه يعني يتهم الله عز وجل بشيء من عدم الاكتمال خلقه جل وعلا وتقدس المسألة الثالثة السخرية بالناس من كبائر الذنوب وعظائم الأثام يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فهؤلاء ظالمون هؤلاء ظلمة هؤلاء سيحاسبهم الله عز وجل السخرية هذه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام الأمر الرابع بالنسبة لصاحبك يا أخي الفاضل قل له لماذا يحزن ولماذا يتكدر الآن تأتي حسنات من دون عمل هو يأخذ من حسناتهم هو يأخذ من حسناتهم وهم يزدادون سيئات والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام فهو جاءته حسنات من دون عمل ومن دون كد ولا اجتهاد فيحمد الله الذي جعله مظلوما ولم يجعله ظالما فقل له اطمئن مسألة الأخرى يجب أن يفهم الجميع بأن الميزان عند الله ليس بالألوان ولا بالأشكال ولا بالأجسام ولا بالأموال ولا بالمناصب ولا بالجاه الميزان عند الله التقوى قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بلال الحبشي أسود كالغراب أسود كالغراب بلال يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجع عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة فذكر بلال بأنه ما يعمل إلا أنه إذا توضى صلى ركعتي بلال هذا يرقى على رؤوس الناس ليعلن الأذان يعلن التوحيد هذا لله عز وجل أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيضا كالشمس يقول مثل الشمس بيام لكن أين أبو لهب في نار ذات لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مأله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ما الذي وضع أبا لهب ورفع بلال الإيمان التقوى التقوى فهؤلاء مساكين هؤلاء مساكين أمر الآخر صدقني يا أخي الفاضل بأن هؤلاء لن يموتوا حتى يبتليهم الله عز وجل ولذلك من سنن الله الكونية القدرية أن البغي عقوبته معجلة مع ما يدخر الله عز وجل الباغي يوم القيام من العذاب من العذاب فلذلك هؤلاء هم في حالة انتظار لعقوبة الله عز وجل وما يدرون أي نوع من أنواع العقوبة التي ستأتيهم من الله عز وجل فعليهم أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يعودوا إلى هذا الرجل وأن يعتذروا منه وأن يطلبوا منه الحل يطلبوا منه الحل النبي عليه الصلاة والسلام لما عير أبو ذر الغفاري غلاما له أسود قال له ابن السوداء الغلام هذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن يعلم بأن الإسلام لا يرضى بهذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصف وينتصر له فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أبو ذر الغفاري عملاق من عمالقة المسلمين والصحابة قال يا أبو ذر عيرته بأمه إنك مرؤ فيك جاهلية قال يا رسول الله على كبر سني قال نعم إنك مرؤ فيك جاهلية أبو ذر ماذا عمل اعتذر من هذا الرجل من غلامه وصار يعني أبو ذر ما يأكل أكل إلا يطعم غلامه من نفس الأكل ما يشتري ثوب ولا بردة ولا شيء إلا يعطي مثلا ما يركب حصان أو فرس إلا يركبه على مثلها خلاص تأدب وعرف إن الوضع خطير وأن الناس سواسية وأن الميزان التقوى الميزان التقوى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق لما مر بلال وسلمان وصهيب هؤلاء الثلاثة بلال الحبش وسلمان الفارسي وصهيب الرومي مر أبو سفيان فقالوا والله ما نالت سيوفنا من أبي سفيان يعني كان يعني تمنوا لو قتلوا في المعركة هذا قبل ما يسلم فقال أبو بكر سمعهم قال تقولون هذا لسيد قريش هذا سيد العرب كيف تقولون مثل هذا الكلام فأبو بكر الصديق فأبو بكر الصديق انتبه ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره قال يا رسول الله مررت بأصحابي أخواني هؤلاء الثلاثة يقولون ما نالت سيوف الله ما نالت سيوف الله من أبي سفيان يعني أبو سفيان انفلت من القتل فقال يقولت يا رسول الله قلت لهم كذا وكذا قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله فرجع أبو بكر سريع إليهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يرحمك الله الله أكبر قالوا لا يرحمك الله لذلك لابد لا يستهين الإنسان بهؤلاء الضعفة الفقراء المساكين أو الملونين بالبشرة ما يدري الإنسان يعني الناس إما بر تقي أو فاجر شقي الميزان عند الله التقوى وهذا يعني يطمئن كل إنسان عنده دمامة في الخلقة لون في البشرة معين اجتهد في الطاعة والعبادة ستكون ملك يوم القيام إذا كنت فعلا من أهل الإيمان والتوحيد والطاعة والتقرب إلى الله والله لن يضرك كون بشرتك من الملونة ولا كونك دميم الخلقة ولا قصير والله ستكون ملك يوم القيام وهؤلاء الذين يسخرون منك سيكونون من أصحاب النار إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل فأوصل هذه الرسالة لهم قبل أن توصلها لصاحبك الذي بشرته سوداء وهذه الرسالة لكل أحد لكل أحد أن يتق الله وأن يخاف الله ابتعدوا عن السخري عبد الله بن مسعود يقول لو رأيت رجلا رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه أخشى أن يبتليني الله يقول لو رأيت بعيني رجل يرضع من عنز يقول ما ما أقدر أسخر منه لماذا؟ يقول أخشى أن يبتليني الله عز وجل يسلط الله علي مثل هذا الأمر بعض الناس يقول ابتليت ب يعني سخرية بأحد بعد سنوات طويلة بعد عشرين سنة أو كذا يقول نسيت أنا القصة لكن يقول ابتليت فيها بعد سنين فتذكرت أني سخرت سخرت من مسلم فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من مثل هذه الكبائر والعظائم وعلى هؤلاء أن يبادروا بالتوبة إلى الله أولا ثم طلب الحل من هذا الإنسان